وصلتنا شكوة باسم حوالي 200 من العاملين بمصلحة الجمارك بن الأقصر من الذين تم التعاقد معهم للعمل في 2021 وتم إنهاء تعاقدهم في سبتمبر 2023 والآن أصبح هؤلاء خارج العمل بالرغم من أنه تم تعيين عدد كبير من الذين تم التعاقد معهم بنفس الطريقة وبنفس القانون في مصلحة الجمارك يقول المضارون أنه تم إنهاء تعاقدهم رغم احتياج العمل لهم في المنافذ الحدودية نرسل الشكوة إلى الدكتور الشحات غاتوري رئيس الجمارك والسيد وزير المالية أيضا لدينا شكوة باسم ألاف المواطنين من أبناء أو الذين ينتمون إلى أقسام العلوم الصحية بيعبروا فيها عن رفضهم ضد تعديل تشريعي يجرد إخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية من ما سماهم الوظيفي المعينين عليهم منذ أكثر من خمس سنوات بقرارات وزارية محصنة هناك أيضا شكوة من منطقة أبو غالب أظن في منطقة أبو غالب أظن في كبري اللي هي قرية السلام التابعة لمركز شربين محافظة دقالية أولا بيشكوا من قطاع دائم للمياه منذ عام كامل المياه لا تصل سوى ساعة واحدة فقط يوميا والأمر تحول إلى كبوس بالنسبة لهاء المواطنين نحن نرفع الشكوى إلى المهندس الرئيس الشركة القابضة لمياه الشرب وصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان أهالي قرية وردان وأبو غالب منشاة القناطر شمال الجيزة يأملون ويناشدون السيد المهندس الفريق كامل وزير وزير النقد باستكمال كبري السيارات فوق الرياح البحيري وده كبري قريب من مهد السكة الحديد علما بأن هناك حادث غرق للمعدية منذ أسابيع أمام قرية القطة واللي راح ضحيته عدد كبير من الشباب بسبب استخدام المعديات المستهلكة أنا حياة شفت هذا المشهد أكتر من مرة والكبري خلاص على وشك يعني النهاية لكن توقف طبعا فترة الماضية وأنا بناشد السيد وزير النقد لاتخاذ القرار اللازم في ذلك العاملون بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قنة يشكون من عدم تطبيق حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أمر بها الرئيس عفتاح سيسي ولم يستفيدوا من تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ عشرين تلاتة وعشرين وراتبهم حتى الآن الفين جنيه فقط بنرفع الأمر والشكوى إلى السيد اللواء أشرف دوودي محافظ قنة طيب معنا مدخلة من أسوان مهندس محمود حسان بش مهندس تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بك والسلام عليكم والسلام عليكم كل بخير وانت بخير الله يخليك وبنهني أنكسنا بالسيد رئيس الجمهورية السيد عبدالفستاه في في أعانا بالله وأحنا برضو هنا في مشروعات إزراعية في غرب قمبو 200 ألف سدان حتزرع جمعك وحاجة فريزة خالص عظيم ومشروعات عظيمة هنا في أسوان نضج تصويرها وإعلانها للموابنين إن شاء الله وإن شاء الله ولكننا حضرتك مصببين بالناشد السيد وزير الزراعة نحن الفلاحين استعكرت الفلاح وصل بعض ولم يصل البعض حتى الآن نا 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 مدريد الزراعة بيقولوا لا دي شركة اللي هي بتعمل الكروت بتاعة الفلاح نا الجمعيات الزراعية ملتزمة بصف التماد إلا بتاعة الفلاح نا الموسم الزراعي قدر بينتهي والمحندين محصول قومي محصول القصر نا دخل شهر أربعة والموسم حينتهي يصرفونا بأي طريقة نا 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 اه مش لسه مش حيطلع دلوقتي او بالناشد السيد الوزير باستعجال الشركة اللي هي الاستخراج الكروت انها تستعجل وتتحصلنا الكروت لانه السماد ملتزم بمواعيد مواعيد الزراعة تمام محصول القومي كده ما استمتش من اه في شهر الثلاثة اللي هو النص الأولات مش حينفع ان احنا نتهم الاستماد فوق بعض وكده حينهار المحصول مننا احنا بنرفع شكواك للسيد وزير الزراعة شكرا المهندس محمود حسان شكرا لك